حركة طالبان تنفذ هجوما عنيفا في محيط مجمع فرق إعادة الإعمار الذي تقوده وحدة عسكرية إيطالية تحت إشراف الحلف الأطلسي في هيرات غرب أفغانستان الهجوم خلف عددا لم يحدد بعد من الضحايا ويقول شهود عيان إنهم رأوا جثة العديد من الجنود الأجانب في محيط المجمع وسمعوا إطلاق نيران كثيف في المنطقة خلال اشتباكات بين المتمردين والقوات الدولية موسيقى